التراجع عن قرار تقليص العطلة الشتوية للتلاميذ لم تتخذه وزارة التربية بل هو قرار الحكومة فحسب مصادر الشروق نيوز فإن الوزير الأول عبد المالك سلال رسل وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت صباح أمس للعدول عن قرار تقليص العطلة التي كانت محددة بأسبوع واحد وتمديدها حيث تبدأ من يوم الثلاثاء العشرين ديسمبر إلى غاية الثامن جنفي من العام المقبل تحرك الوزير الأول لإلغاء قرار بن غبريت جاء بعد جملة من التقارير الأمنية وصلت تؤكد أن الوقفات الاحتجاجية في أكثر من عشر ولايات والتي نظمها التلاميذ تنديدا بتقليص العطلة كانت سلمية غير أن أطرافا حاولت استغلالها لإثارة الشغب وزعزعة استقرار البلاد وهو ما حصل في ولاية عنابة وبجاية أين رافقت الاحتجاجات عمليات تخريب استهدفت مقر مديرية التربية ببجاية ومقر ولاية عنابة بهذا القرار يكون الوزير الأول قد ضرب عصفورين بحجر الأولى هو شراء السلم الاجتماعي وتلبية رغبة التلاميذ بتمديد أيام العطلة الشتوية والثانية هي قطع الطريق أمام المتربسين باستقراري وأمن البلاد